موسيقى منذ ذلك اللحظة حتى مرور أيام قليلة عاد أن سمه إلى بيته ولم يشرع في رؤية ما كان ينقصه والذي كان يمتركه أقالي وهي كدره أكثر وذهب ساعتها ليرى لوتاريو واجده في بيته واحدة فالسأل كل منهم الآخر عن حياته أو عن نوته وقال لوتاريو له الأخبار التي يمكن أن أقدمها لك أيها الصديق أن سمه أن لديك إمرأة يمكن أن تكون بجدارة مثالاً وتاجاً لكل النساء الكاملات كل الكلمات التي قلتها لها جعلتها تضروها الرياح والهدايا استهانت بها والعطايا رفضتها ومن دمئة مفتعلة سخرت في مبالغها باختصار فإن كاميلة شفت كل جمال وهي أرشيف حيث يحفظ الشرق ويعيش التهزيج والعطايا وكل الفضاء التي يمكن أن تحمد ويثنع عليها في إمرأة أعد لأغفر نقودك يا صديقي فها هي عندي دون حاجة لمسها لأن كاميلة كاميلة لا يستسنها أشياء من حطة مثل هلاية والغرب أسهد يعني سلم ولا توقف في عمل تجارب أكثر من ما عملت فها أنت دون جوهتك تعبر تبعر بحر المصائب والشكوك التي أرتاده ويمكن تصورها في نساء وأطلب في الدخور من جديد في الخض من عويد المصائب الجديدة وأطلب في عمل تجارب مع قطان آخر لكمال وتحسين استفينة التي أعطاها الله لك من مصائبك كي تعبر بحر هذه الدنيا فقط كن واعين لك أنك الآن في مرسى آمن واستسلم بأمان الاعتبار طيب وترك نفسك حتى يحضره لك كي تدفع الدين الذي لا يستطيع أن يعتذر عنه أحد بقى أن سلمه في غابة السرور من عبارة لطريب هكذا صدقه كما لو كانت أقوال وحي إلهي لكن مع كل هذا رجاه ألا يترك المهمة حتى لو كان من باب الفضول والتسليل مع عدم الاستزادة من الآن فصايدا من النسائي الملحق لسك لما حدث حتى الآن فقد هو يرغب أن يكتب له بعض الأشعار في التغذب البهر تحت اسم كلوري تحت اسم كلوري لما يصوف يفهم أن لطريب يعشق سيدة أعطاه هذا الاسم حتى يستطيع أن تحدث عنها دون أن ينبغي ما يدون لها من احترامه وإذا كان لا يريد تجار شبعه بإثابة الشار فهو يكتب لها قال لطريب لأن يكون ذلك ضروريا فلا ستعرأس الشار اللي بين هذا العداء مع أنهن لا يزرونني في بعض أيام السنة وقال لكاميلا ما قلته لي عن إدعاء حد كوري هذي التي سأعمل لها أبيات الشار فإذا كانت أقل مما يستحق الموضوع فإنها ما استطعتين بقي عند هذا الاتفاق الصفيق والصديق الخائن وعند عودة أنسلم إلى بيته سأل كاميلا عما كان سيويشا أن لا يسألها عمو عندما طلب منها أن تقول له عن المبسرة البطاقة التي كتبتها وأرسلتها إليه أجابته كاميلا أنها بدأ لها أن لوتاريو كان ينظر إليه أقصر جرأة وأقل حياء مما كان يفعل فيه وغوده في البيت لكنها كانت محبطة وظهر في ظنها أنه محط خيال من جانبها لأن لوتاريو كان يهرب من رؤيته ومن الوقاء وحيدا معه قال لها أنسلمو أنها تستطيع جائلا أن تكون على يقيم لشكلها فيما تصبرت لأن لوتاريو يسير في عشق بطير رفعة المقام في المدينة يشير إليه تحت اسمه لوري وحتى أن لم يكن عشقا فما كان علي أن تخيرك من تغير حقيقة لوتاريو لما بينهما من صداقة كبيرة ودون أن يحطرها لوتاريو من أن غر مياته مدعب بما تسمى كلوري وأنه قال لذلك أنسلمو حتى يستطيع أن يشغل بعض الأوقات في نفس التغذب كاميرا هي دون شك كانت تقع في الشوكة لعائسة المغيرة لكن لكونها متنبهة ومرت عليها المفاجأة دون أن تفقل عليها حسن دمو وصلت رواية الصفيقة الفضوية هكذا كما اعتاد القوم يبدو تجيش في حالة سيئة جدا بدون جنرالو والقلعة بدون صحابها وتبدو في حال أفلح المرأة المتزوجة الشابة دون دوجها عندما لا يعوق وجود أسباب شريطة الاضطرار إنني أجدني في أسوأ حال بينكم ويستحيل عليه جدا أرققاسي هذا الغياء فإذن لك تحضر فورا سأجتني مضطرة للتصوية دي عن نفسي بالذهاب إلى بيت والدي حتى لو تركت بيتك دون حرافة لأنك من تركته لي باعتباري حارسا من البيت أعتقد أنه ينظر لملازاته أكثر من نظره إلى شؤون حيث أنك فطر ذكي فليس لي أن أقول لك ما هو أكثر وليس ما هو أكثر لأنه لم تكن تجرؤ على البقاء في البيت أو الذهاب إلى بيت أبيها فإن هي بقيت أشرفها في خطر وإن هي ذهبت فقد تكون خالفة أمر دوجها في النهاية عزمت علي ما كان الأسوأ لها بأن تبقى مع التصميم على عدم الهرب من حضور لتاريو حتى لا ترطي فرصة للقيلة والقار بين خدمها وكان يسكر عليها أنها كتبت لدوجها خوفا من أن يفكر أن لتاريو قد وجد منها بعض الإغراء الذي حرقه ألا يحافظ معها على الإحترام الذي كان يدين به لها لكنها واثقة من تمالها وواثقة في الله وفي حسن طويتها مما سوف يساعدها على المقاومة بالصمت أمام كل ما كان يود أن يقولها لها لتاريو دون إختار دوجها بأقصر مما أبلغته به حتى رضعه في معركة وجود القلاء وفوق ذلك كانت تبحث عن التماسي العزل لتاريو عندما يتقلها دوجها عن مناسبة كتابة ما كتبت إليه به مع هذه الأفكار الأكثر شرفا منها في الإصابة أو النفع بقيت في اليوم التاري تستمع إلى لتاريو الذي زال العيار حتى أنه جعل عزم كمينية زعزع وعانى شرفوها أشد العناء في أن يعرح إلى عينها حتى لا تظهر أي دلائل على ما يتظهر بصدرها الإمتعال العاطفي بجانبه دموعه وعبارته وعبارات الغزل لحظ كل ذلك لتاريو فكان كله يشعر فيه النار أخيرا رأى أنه من الضرور تضييق الحصار على تلك القلعة في الوقت والفرصة التي انتهىها غياب أنسل وهكذا هجم على قصده بالتناع على جمالها لأنه لا شيء أسرع استسلام وثليين حصول أبراج ذهو الحصنوات من نفس ذلك الذهو موضوعا على طرف لسان التناع بالفعل هو بكل مسعة تفجر صخرة كما لها بهذه المدائح حتى أن كاميليا لو كانت كلها من الضرور لا سالت على القلب فبكى والتمس وهذا وأسنى وأفرر وافتعل لتاريو بأحاسيس كثيرة بدلائل على كثير من الصدق مما أدى بحرص كاميليا وأدرك الانتصار الذي قلم خطر على باله تحقيقه فاجهوا بأكثر مما يشتهي واستسلمت كاميليا كاميليا استسلمت لكن ماذا في ذلك من الكثير؟ إذا كانت صداقة لتاريو لم تبقى صامدة على قدميها مثال واضح لأن الشيء الوحيد الذي يهزم انفعالات الغرام هو الهرب منها وأن لا أحد ينبغي أن يضع نفسه في حظان هذا العدو الجبار لأنه من الضروري وجود القوة الإلهية لهزيمة القوة الإنسانية فقد عرفت كثير لانيا ضعف سيدتها لأن الصديقين اللذبين والعاشقين الجليدين لم يستطيع سطر الأمر بينهما لم يحب تاريو أن يبقى كاميليا عن حيلة عن سينيه حتى لا تأخذ حبه باستهناء إذا فكرت هل يطرى كان دون تفكير ودون غرض سيسعى لتلجدها في اليوم التالي عندما كان السلاسة على المعدة رجع أنتسين ملتاريو أن يقول شيئا مما ألفه في محبوبته كلوري التي لكون فاميلي لا تعرفها يستطيع أن يقول عنها ما يشاء قال كلوري حتى لو كانت تعرفها فلن أخبئ شيئا لأن أي محب عندما يسني على سيدته بأنها جميلة ويرضغ ذلك بأنها قاسية فأن لا شيء من العار يمكن أن يلحق من صداقيتها لكن ليكون ما يكون الذي أعرف قوله أنني بالأمس عملت سنييتا من أجل جحوت كلوري هذه نظمت بهذا النظام في صمت الليل عندما الضمائر في اللزة المومة تعد أوجاع أنجمة وأكون في السماء مطلا على كلوري وعلى الجو عندما تعرض الشمس سحرها عند الأبواب الوردية الشرقية بتنهدات ونبرات تطول وتقصر وأعود للمشاجرة القديمة متجددة ومن مقعدها المزركش الشمس عندما ترسل للأرض أشعتها في استقامة يقصر النحيب وتتضاعف التوهاد ويعود الليل وتعود القصة الحزينة ودائما أوجد داخل ضميري معاندا لسماء صماء ولكلوري بلا إصغاء بدأت سنيتا جميلة لكاميليا لكنها أجمل عند أنسيمي فقد أسنى عليها وقال السيدة قاسية بشكل زائد عن الحد حتى إنها لا تستجيب لهذه الحقائق فائقة الشفافية وعلقت كاميليا على هذا عند إز هل كل ما يقوله الشعراء المتيمون حقيقي؟ أجاب لوتاريو بالنسبة للشعراء لا شيء حقيقي لكن بالنسبة للمتيمين دائما ما يقتصرون على ما هو حقيقي رد أنسيمي عليه لا شك في ذلك كل هذا حتى يدعم ويعطي مصدقية لمحاولة لوتاريو معها وهي خالية الزهن عن حيلتها إذ هي بالفعل أعشقة للوتاريو وهكذا لسرورها بأسرارها وأكثر علمة أن رغباته وكتباته تتوجه إليها وإنها هي كلوري الحقيقية طلبت منه إذ كان لديه سميوطة أخرى وأشعار يذكرها فليقلها وأياء في نفس النقطة قد يبدأ السباق رغباته وفيها نفسها قد ينهي ويختم في الصباح يحصل قلعة في الليلة أن ألاها قد استسلم ولا توجد قوة قومة وإذا كان هكذا فمما تبزعين نفسكم مما تخافين إذا كان نفس الشيء لا بد وقد حدث للوتاريو الذي وقع في الحب الفضل آلة استسلامنا وهي غياب سيدي وكان إجباريا أن ينهي خلال فترة غيابه ما كان الحب قد عسم عليه وقرره دون يعطاء وقت للوقت وقبل عودة إنسيم والوشيكة الذي بحضوري كان سيبقى العمل ناقصا لأن الحب ملك وخير وزرائه لتنفيذ رغباته هو الفرصة إنه يستخدم الفرصة في كل عماله وخاصة في البدايات كل هذا أعرفه أنا جيدا عن تجربة وأكثر منه عن سماع ويوم ما سأحكي لك يا سيدتي عن تجربتي فأنا أيضا صبية من لحم ودم وما كنت سيدتي كاميليا مسلمة نفسك ومنولة بهذه السرعة قبل أن ترى في عيون لوتاريو وتنهيدات وعبارات ووعود ومجاملات كل روحه على صفحتها وفضائلها كم هو لوتاريو الجدير بأن يكون محبوبا وإذا كان ذلك كذلك فلا تدعي هذه الأوجاع المتوجسة الخائلة تهاجم خيالك فقط تيقني أن لوتاريو يقدرك بنفس القدر الذي تقدرينه ويعيش فرحة مشبعة لوقلك في رابطة الغرام التي تحتضنك في عزم وتقدير وليس فقط متصبا بالصفات الأربع حكيم ووحيد وعميد وكاتوب التي يقولون أن على العشقين أن يتصفوا بها بل أنه يتصف بكل أبجادية الحب الطيب وإذا لم تصدق إسماعيل وكيف سأقولها لك كاملة أنه حسب ما أرى بديع تياه المقام ثري جميل حكيم خدوم دمث زلور رؤوف زميل سيد شاكر صبور درغام طيب زافر غير على شرفك فارس قادر كاتوم لامع مخلص نبيل هائم ودود أما الهمزة فلا تدخل في أبجادية الحب لأنها حرف خشن ضحكت كاميليا من أبجادية وصيفتها ورأت فيها ما هو أكثر عملية في شؤون الحب عما بدر منها من قول وهكذا اعترفت الوصيفة كاشفة لكاميليا كيف تعالج أمور غرامية مع فتى طيب الأصل من أبناء نفس المدينة الأمر الذي عكر صبور كاميليا أن تعرف السيدة بهذا العرج لم يكن أمام الوصيفة شيء آخر لتعنمه رجعتها كاميليا ألا تقول شيء عن فعلها مع من تقول عنه أنه أشكها وأن تعالج أمورها سرا حتى لا يصل خبرها إلى أنسيم أو لتاريو أجابتها نيونيلا بأنها هكذا سوف تكون أمورها لكنها وفت بعدها بهذا بطريق أكد مخايف كاميليا حتى أنها فقدت مصدقيتها عندها لأن نيونيلا غير الشريفة والجريئة بعد أن رأت تصرف سيدتها ليس ما اعتادت عليه تجرأت على إدخال عشيقها ويقحمه على البيت وثقة أن سيدتها حتى لو رأته لن تجرؤ على فتحها وإن أثام السيدات تنقل وراءها هذا الضرر مع أبرار أخرى حتى أن أولئك السيدات يصرن أيماء عند قادمتهن أنفسهن ويرغمن على ستر خيانتهن وسفالتهن كما حدث مع كاميليا التي وإن كانت قد رأت مرة ومرات عشيق ليونيلا وصفتها في مخدعها في عقر دار كاميليا نعم أذكر لكن لا أظن أنها ستكون في جمال الأملة أو بعبارة أدق أكثر رضاءة ويمكنكم الحكم بذلك في سهولة فاستمع أعلم أنني ميت وإذا لم أصدق فالموت أكثر يقينا مثل ما أنا أراني أوه جميلة الجحودة ميتا تحت قدميك ميتا قبل أن أندم على عبادتك قد يمكن أن أراني في إقليم النسيان من المجد والحياة والنعيم بلا مكان وهناك ترينك في صدر مفتوح بنفس تواخج جمال وجهك حين نحتوه تلك التحفة التي أحفظها من أجل المحنة القاسية تهددني وتعاندني والتي تتحصن في صرامتك نفسها آي من ذلك الذي يبحر والسماء مظلمة في بحر لم يبحر فيه من قبل معبر خطر حيث لا يبين شمال ولا ميناء آيضا امتدح هذه التنية أنسيلمو كما فعل مع الأولى وبهذه الطريقة يضيف حلقة بعد حلقة مشكل بها سلسلة انتهاك شرفه ويقعه في الفخر وحتى عندما ينتهك لوتاريو أكثر هذا الشرف يبلغه أنه أكثر شرفا وبهذا كل الحلقات التي كانت كميلة تهبط بها نحو مركز الاستهانة به كان يسعد بها إلى زروة الفضيلة والسمعة الطيبة عند زوجها وحدث مرة أن كانت كميلة مع وصيفتها مثلما يحدث كثيرا أن يكون وحدهم قالت لها إني خجل بأن أراني في وقت بهذا القصر قد وصلت إلى مخص قيمتي حتى لم أدعو لوتاريو يشتر حق الامتلاك الكامل لإرادتي هذه السرعة بسمن عام وأخشى أن يحكم على تصرعي أو طيشي دون أن يرى القوة التي أعطاها لي حتى لا أستطيع مقاومته أجابت المنصيفة ليونيلة لا تألمي لذلك يا سيدتي فليس من الأهمية أو السبب انتقاص التقدير تسليم ما يسلم لسرعة إذا كان بالفعل ما يسلم بضاعة جيدة ولذاته يعلو تقديره واعتاد القول إنما يسرع بالعضاء يبطي مرتين قالت كميلة وأيضاً اعتاد القول إنما يكلف قليلاً يساء تقديره أجابت ليونيلة هذا المثل لا ينطبق عليك لأنه طبقاً لما سمعت أن الحب أحياناً يطير وأحياناً أخرى يسير مع هذا يجري ومع ذلك تبطء حركته وبعضهم يدفأ ومع البعض الآخر يحرق ومع ناس يجرح ومع آخرين يقتل في علم تجرب فقط على عدم تبطيخها بالأوساط لها مكانين يتقبئت ويسرت كلها قبط أباً ما حتى لا يراه زوجها ولكنه لم تستطف تجنب أن يراه لوتاريو في أحد المرات خرجاً عند الفلاق الفجر الذي دون أن يعرف من كان فكرة أولاً فيه أنه مجرد خيال لكن عندما رأه يتحرك ويتحدد ويستدر في حرص وحضر ثلاشت الفكرة الأولى وحلت مع الله فكرة أخرى كدت تؤدي بحياة الجميع لولا عن تدركته كمينة بالعلاج ظنوا لوتاريو أن ذلك الرجل الذي رأه يخرج من تاكن شرف بيط أن سلمه لم يكن قد دخلوه من أجل ليونيلا ولا حتى تذكر وجود ليونيلا في العالم قد اعتقد أن كمينة بنفس الطريقة التي كانت بيأزلوا لوطار شماعه كانت كذلك مع آخر وهكذا فإن مثل عزين المستجدات في حياة المرأة الأثم ترجمة نانسي حتى لا أقول لك ما يعد أخفأه عنك غير ممكن ولا عادلا أكثر من ذلك أعلم أن قلعة كمينة قد انتهت من الاستسلام أنها تحت إرادة ما ود أن أصنعه بها وإذا كنت أقررت في إخبارك بهذه الحقيقة فقد كان للتثبت بأن وهمك لاختبارها لما يكون شيئا جادا أو أنك فتعلته لاختباري وأيضا للتثبت أن غيرتك كان أكيدا لمحاولة بيد الغرميات مع من طرفي بتصريح منك وأعتقدت في نفس الوقت أنها لو كانت على ما يجب أن تكون عليه والذي تصور نوما لكانت قد اختارتك دون تردد بطلب حبها لكن لرؤيتي أنها لم تفعل ولمعرفة أنه عندها لي حققية في أن تتكلم معي في حال غيبتك عن البيت من جديد في غرفة تغيير الملابسك وكان حقيقيا أن كمينة تتحدث مع اللوتاريو هناك وأود ألا تتسرع بالانتقام منها حيث أنه حتى الآن لم يرتكب الفحش إلا بالخواطر ويمكن قبل تحولها إلى فعل منذ الآن أن تتغير وتتحول عندك ميلا إلى ندمها كذا حيث أنك تتبعت دائما كليا أو جزئيا نصائحي فاتبع والداز بنصيحة سأقولها لك سوف تكتفي بما تراه يناسبك أكثر دون خدع وفي يقظة غيث مرئية إدعى أنك سوف تغيب عن البيت يومين أو ثلاثة أيام كالمعتاد في مرات سابقة وفتبع في الغرفة الموعدة فستائر والتنفس بها قدرة على سترك في راحة كاملة وعندها سوف ترى بعين رأسك وأنا بعين رأسي ما توده كاملة وإذا كان الفحش الذي يمكن أن نخشاه ورانا توقعه في صمت وكياسة وفتنة يمكن أن تكون جلاد العدوان عليه داهش ومأخوز ومتعجب صار حال أن سلمه مستمع إلى عبارات لوتاريو لأنها فاجأته باعتبره آخر ما يتوقع في تلك اللحظة ولأنه وثق من أن كاملة كانت المنتصرة على محاولات سطوه لوتاريو وأنه بدأ جاني استمر هذا الانتصار صامتا بقابرها طويلة خلالها كان ينزل للأرض دون أن يحرك لمشان وفي النهاية قال لقد فعلتها لوتاريو كما أملت من صداقتك سوف أدفع نصيحتك في كل شيء وفعل ما شئ وحفظ ذلك السر فأنت ترى أن ذلك ما يناسب في حالة ما كانت تخطر على بالك وعداه أتاريو بما أراد وعندما غادرتين ندم على كل ما قاله له عندما رأى أي حماقة نرتكب فقد كان في إمكاني الانتقام من كاميرا ليس عن هذا الطريق البالغ القصوة ونعدام الشرف مضى يلعن زكاءه ويحتقل قراره الضائش ولم يعرف أي وسيرة يتبع لهدم ما بنى أو يجد للأمر مخرجا في النهاية اتفق مع نفسي على إخطار كاملة بكل شيء وكما أنه لم تنقصه الفرصة حيث وجدها ذلك اليوم وحدها فهي كما رأت أنها بإمكاني الحديث معه قالت له لتعلم صديقي أتاريو أنني أحمل ألما في القلب حتى إنه يعصرني عصرا ويود أن ينفجر في الصدر وسيكون عجبا أن لا ينفجر فقد بلغ عدم حياء ينيلى أقصر مدى حيث تخفي كل ليلة عاشقا في البيت وتبقى معه حتى مقلع الفجر على حساب مصداقية ليبقى المجال فسيحا للحكم على علي لمن يرى يخرج في ساعات غير معتادة من بيتي والذي يرحقني أنني لا أستطيع معاقبتها أو تحديها لكونيها سكرتيريك معاملتنا مما كزم الكلام في فمي حتى أقزم الكلام في فمها وأخاف أن ينجم عن ذلك شر المستقير في البداية عندما كانت كاميلا تقول له ذلك اعتقد أوتاريو أنها حيرة منها حتى تكذب أن الرجل الذي رأاه يخرج كان عشيقا ليونيلا وليس عشيقها لكنه عندما رأيها تكي وتنهار وتقلب منه علاجا للأمر مضى يستوعب الحقيقة وعندما آمن بما تقول اضرب وشمله الندم لكنه مع كل هذا قال لكاميلا أن لا تألم وسوف يرتب العلاج حتى يقضي على صفاقة اليونيلا قال لها في نفس الوقت أنه بإغواء الغيرة وما تولده من غيز عنيف قال لأنسلمو وكيف تم الاتفاق على أن يختبئ بغرفة غياره للملابس يرى كم هي قليلة لفاء له بشكل مكسوف طلب منها غفران هذا الجنود والنصيحة لإمكان علاج آساره والخروج من هذا الته المقترب الذي خلقه سوء تفكيره بقيت كاميلا فزع لما قاله لها أتفاق شديد وعبارات لبقة تشاجرت معه واستقبحت سوء ظنه والقرار السهل والسيء الذي اتخذه لكن لطبيعة المرأة التي منحتها أكثر من الرجل عبقرية سريعة البديهة في الخير والشر الأمر الذي ينقصها عندما تشرع عمدا في التفكير وجدت كاميلا طريقة العلاج لهذا الأمر الذي يستعصي ظاهره على العلاج وقالت ليوتاريو أن عليه في يوم التالي أن يختبئ أنسلمو حيث قال لها لأنها تفكر في أن تخرج من اختبائه براحة كي من لحظتها فصاعدا تمكنهما من الاستمتاع باللقاء دون معكر ودون أن تفضره كلية بتفكيرها نبهته أن يحرص بمجرد أن يختبئ أنسلمو أن يكون حاضرا عندما تتولاديه ليونيلا ومهما قالت له فعليه أن يجيب كما يعنى له وكما لو لم يكن يعرف أنسلمو ينصف لما يقول عاند لوتاريو كي تقول له عن قصدها كاملا حتى يحافظ بسقة ويقظة على قول كل ما يراه ضروريا قالت كاميلا لا يوجد بعدما حدث ما ينبغي أن تحافظ عليه غير أن تجيب عن كل ما سأسألك عنه هكذا غير راغبة كاملة في إعطائي مسبقا معلومات عما تفكر في صنعه خوفا من أن لا يتبع رأيها الذي رأته الأصلح متبعا آراء أخرى قد لا تكون في نفس الصلاحية بهذا انصرف لوتاريو وفي اليوم التالي غادر أنسلمو بحجة الذهاب إلى قرية صديقه وعاد حالا للاختباء وأمكنه ذلك بروحة حيث مكنتهم من ذلك في مكر كاملة وليونيلا وخلال اختباء أنسلمو بقلب منخلع على قدر ما يمكن تخيره لمن ينتظر أن يرى بعينه تشريع أحشاء شرفه وأن يرى مجمل فضائل محبوبته كاملة على وشك الهلاك أما كاملة وليونيلا واسقتين يقينا أن أنسلمو كان مختبئا دخلتا الغرفة وبمجرد أن وضعتها قدم كاملة أطلقت تنهيدة وقالت يا صديقتي أليس من الأفضل قبل أن أنفذ ما لأحب أن تعرفي حتى لا تحاول إعاقته أن تمسكي بخانك الأنسلمو الذي طلطه ملكي وتخترك به هذا الصدر الشائع صدري لكن لا لا تفعلي هذا فلا يوجد سبب لأن أحمل جناية ذنب الشخص آخر أولا أريد أن أعرف ما يزارط في عيون لوتاريو الجسور غير الشريفة من دوائل أن يكشف لي عن تلك الرغبة الدنيئة التي كشف لي عنها في انتهانا بصديقه وانتهاكا لشرفي أطل ليونيلا من النافذة ونادي عليه فإنه مما لا شك فيه ينبغي أن يكون في الشارع منتظر أن يملف السوء ما التوعب لكن أولا سوف يعرف شراسة كم أنا شريفة أجابت ليونيلا العليمة الفاطرة سيدتي وماذا تودين أن تفعلي بهذا الخنجر؟ هل تودين أن تنتزعي الحياة من بين ضلوعك أو من بين ضلوع تريو؟ إن كل الأمرين لا بد أن يسير بين الناس نحو اتلاف لشرفك وصمعتك الأفضل أن تزيحي جانبا هذا العنوان ولا تسمحي لهذا الرجل الخائن بالدخول الآن لهذا البيت ويجدانا وحيدتين انظروا يا سيدتي فنحن امرأتين ضعيفتان وهو رجل ومليء بالعزم على تحقيق ما يريد وسيأتي بهذا الغرض السيئ أعمى ومنفعلا ولعنه يفعل ما يوده قبل أن يتاح لك فعل ما تودين فيحملك إلى ما هو أسماء من فقط الحياة كم هو شقي موقف سيدي أنسليمو؟ حتى إن هذا الشر المحيق أراد نزع سدر الحياء من بيته سيدتي لا 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 علاج إلا أن تقتليه كما تودين أن تفعليه لكن ماذا سنفعل به بعد موته؟ أجابت كاميلا ماذا يا صديقتي؟ نتركه حتى يدفنوا أنسليمو لأنه من العدل أن ينار راحة الجهد في وضع عاره بيديه تحت التراب ندي عليه وأسرعه لأن كل وقت يتأخر في أخذ السقر الواجب ضد عز العدو يبدو لعدوان على ولائه لزوكه كل هذا كان يسمعه أنسليمو وكل كلمة كانت كاملية تقولها مضت تغير زموه لكنه عندما فهم أنها كانت عازمة على قتل روتاريو أراد الخروق والكشف عن نفسه حتى لا يقع مثل هذا الشيء لكنه أوقفته الرغبة في أن يرى إلى أين سوف تنتهي كل تلك الشهامة وذلك الشكرار الشريف معنية الخروق في الوقت المناسب لعاقته كل هذا أصاب كاميلا بإغماء قوي وألقت بنفسها فوق سريلا كان هناك وبدأت يونيلا تبكي بمرارة ما تقول آهم ما أتعسني إذا سأحظي وماتت بين الزراعي إذا ظهرت الشرف في هذا العالم وتاج النساء الأمينات ومثال الطهر ومضت تقول هذه العبارات وأمثالها حتى أن لو سمعها أحد ظن أنها أتعس وأقلم وصديقة وصيفة في الدلية أما سيداتها فهي بنيلوبي أخرى جديدة ومطاردة بعد قليل ففقت كاملية من إغمائها وبمجرد عودة الوعي إليها قالت لماذا لا تذهبين ليونيلا لمنادات أخلص صديق لصديق رأته الشمس أو غطاء الليل إنجزي هذا إجري أسرعي تحركي لا تطفئي نار الغضب عندي بالتأخير وتهددي بالضياع واللعنة انتقام العيد للتي أنتظره قالت ليونيلا حالا سأذهب لمناداتي لكن دعيني أولا أأخذ منك هذا الخنجر حتى لا تفعلي شيء شيئا أسماء زهابي يجعل كل من يحبونك يبكون طول الحياة جابت كاميلة اذهبي مطمئن ليونيلا صديقتي فلن أفعل شيئا يكون جسورا مسازجا لرد شرك كي لا أكون مثل لوكريثيا التي يقولون عنها أنها قتلت نفسها دون أي خطأ ارتكبته ودون أن تقتل أولا من سبب لها محنتها أنا سوف أمر لكن لابد أن أموت مأخوذا تأريد مش فيا غليلا ممن أعطى السبب في هذا الموقف لي حتى يبكي على جرأته التي ولدت دون ذنب لي فيها أصرفت ليونيلا في الرجاء قبل الخروج لمناداتي لوتراري لكن في النهاية خرجت وأثناء خروجها بقيت كاميلة وحدها تتكلم كما لو كانت تكلم نفسها بل يرحمون الله ألم يكن من الأصوب أن تودع لتراريو كما فعلت مرات كثيرة دون أن أضعب في ظروف كما أفعل الآن ولو كان الوقت الباقي حتى أبدد أوهامه التي تمكنه من النظر إلي نظرته إلي غير الشريفة والساقطة دون شك هذا هو الأفضل لكن دون ثأري مأخوذا كيف أبقى ودون إشفاء غليل إشرف زوجي كيف يقوم إذا تتركته يعود بيدين نظيفتين وخطا مفتوحة الطريق للخروج من حيث دخلت سوء نوايا فليدفع الخائن الحياة ثمناً لمحاولتين مشوبة بالرغاء بالشرق وليعلم العالم إذا حتى وصل إلى علمهم أن كاميلة ليس فقط حافظت على وفائها لزوجها بل أيضاً انتقمت له ممن تجاثر على الاعتداء عليه لكن على كل حال كان الأفضل إعلام أنسيلمو بكل هذا لكنني بالفعل قد فعلت حين كتبت له في البطاقة التي أرسلتها له في القرية وأعتقد أنه لم يهرع لعلاج الأمر الذي إشرت إليه فيها لأنه لا بد لإيباته الخالصة وثقته لم يجب ولم يستطع أن يصدق أن صدر أكثر أصدقائه ثباتاً يمكن أن يحمل تفكيراً مثل هذا الجنس المضاد لشرفه ولا حتى أنا بعد ذلك صدقه ولأيام طوال وما كنت لصدق مطلقاً لولا أن سفادته وصلت إلى هذا الحق ولولا ما أظهره من غذر المكشوف ووعود كبار ودموع دائماً لكن لماذا أقول هذا لنفسي الآن؟ هل بالصدفة هذا القرار الشمد حاجة إلى نصح مرشاد؟ لا يقين فإلى جهنم الخوانة وإلى أحضان الانتقام وليدخل الزائف تعال اقترب مد ألفز آخر أنفاسك وليحدث ما يحدث نظيفة دخلت في عصمة من أعطته لي السماء فقط من إجن ونظيفة سأخرج منها بل أكثر سوف أخرج بحمام من دم الطاهر والدم النجس لأكثر الصداقة زيفاً مما رأت الصداقة في العالم وأثناء قولها ذلك كانت تروح وتجيء في الصالة بالخنجر مشرعاً في يتها في خطوات قلقة وغاضبة صانعة بعض الحركة التي جعلتها لا تبدو إلا كمن فقد عقله وليست تلك المرأة الرهيفة وإنما مجرد ضال باس كل هذا كان ينظر إلي أنسيلم مختبئاً ورأى بعض بعض سجار الستائر وقد امتلأ إعجاباً بكل هذا وبدأ لهم أنه سمع ورأى ما يكفي لإخماد أعظم الشكر أود لو أن اختبار قدوم لتراريو لا يقع خائفاً من أي حادث سيء المفاجئ وعندما كان على وشك إعلان نفسه والخروج كي يحفظن زوجته ويودد أوهامها توقف لأنه رأى ليونيليا تعود مع لتراريو في يتها وهكذا عندما رأته كاميليا صانعة على الأرض خطاً طويلاً بالخنجر قائلة له لتراريو خذ حزرك مما أقول إذا تجرأت على أعوضات التي تعطي التي أتحنه جعلت خنج تطرق صدري قبل أن تجيبني بكلمات أود أن تسلماتي أولاً بعدها أجب بما يعجبك أولاً أودل وتاريو أن تقول لي عما إذا كنت تعرف أن تسلم زوجي وأي رأي منك فيه وتانياً أود أن أعرف أيضاً عما إذا كنت تعرفني أجبني على هذا ولا تتطرق ولا تفكر كثيراً فيما يجب أن تجيب به حيث إنما أسألك عنه ليس صعباً لم يكن التاريو بكل هذا الجهد حتى لا يدرك ماذا كانت سريد أن تفعل منذ اللحظة التي قالت فيها أن يخبئ أنسامه ومن ثم أفقت تناغم مع نواياها بكل الباقة وفي الوقت المناسب حتى تمكن الإعلان معاً أن يجعل هذه الكثبة تمر وكأنها الحقيقة مؤكدة وكذا أجاب كاميلة بهذه الطريقة لم أفكر كاميلة جميلة أنك قد تستطعتني لتقود لي أشياء خارج القبضة التي أنا هنا من أجل إذا كنت تفعلي من ذلك التي أخير نعمك الموجودة فأخريها أبعداً من ذلك وكلما ازداد السعب في سبيل السعب المرغوب أقترب أمل الفصول عليه وأقول أني أعرف زوجك أمساهم وكلانا يعرف الآخر منذ نعمة أظافرنا ولا أوضع أن أتكلم عما تعرفينه وأنت أيضاً من صداقتنا حتى لا أجعل نفسي شاهداً على العدوان الذي يرغم للحفو على اجتكابه ضده وذر من جبار لأخطائك به وأنت عاد وأنت عاد وأضعكي نفس الموضع الذي يضعك هو فيه وإذا لم يكن كذلك ومن أجل أقل محاسن صالك ما صرت ضد ما يجب أن أكون وضد القوانين المقدسة للصداقة الحقيقية والتي هي مكسورة ومنتهسة على يدي بسبب عدو جبار هو الضبط أجابت كاميلاً إذا كنت تعرف بهذا أيها العدو الفتاك لكل ما يستحق أن يحب عن جدار بأي وجه تجرؤ على ظهور أمام من تعرف أنه المرأة حيث يرى ذلك الذي فيه أنت يجب أن تراك حتى ترى أن سبب استعديك ضده لكن انتهى أسقط أي ما أتعسني أن سبب صلوكاً شائن لا أريد أن أسميها عدام شرف ولو حدث فما تصرفي عن عجل متقن ومدبر وإنما هو غفل سن الزائي أمام من يبلغ من حصن فن فيه حد التحرك دون حذر وإذا لم يكن كذلك قل لي أيها الخائن متى استجدت لتطرعاتك بأي كلمة أو إشارة يمثن أن توقذ فيك بعض ظل من أمل كي أنجزك هذه الرغبات القميحة متى كانت روتك الكثيرة وتملقاتك الكبيرة موضع اعتقاد من جانبي أو سماح لكن حسب رأي لا أحد يمكن أن ينتابر في محاولاتي الغرامية وقتاً طويلاً دون أن يتغذى ببعض الأمل وأحب أن أنسب دنبك وقفتك لي لأنه بدون شك بعض غفتي قذلت وقتاً طويلاً حسك على قفتك وهذا كما أحب أن أعاطب نفسي ومعاقبتي على دمر جنيته أم ولأنك ترى أنني مع نفسي قد تجردت من الإنسانية فلا يصبح ممكن أن أتجنب أن أكون كذلك معك وأحببت أن أجعلك شاهداً على التضحيات التي أفكر في تقديمها من أجل شرف زوجي المعتذي علي رغم أنه رجل شريف قابل منك عدواناً كامل تدبير الذي أمكنته حيلته ومثل غفتي التي يحتمل أن تكون قد ممكنتك من سالحة لفعلي وأعود للصول أنني لابد أن أكون قد أهملت في سلوكي مما وند فيك هذه الأفكار الضالة وهذا ما يرهقني أكثر ويدفعني لمعاقبتي من السيادي هاتي لأن لو عاقبني جداد آخر فيصير الزمب أكثر شيوعاً ولكن قبل أن أفعل ذلك أود أن أقصر مقطوزة وأن أحمل معي من لن يمشي أن يشيع رغبتي في الانتقام الذي أنتظر وأحمل رأيك هناك حيثما كان العقاب الذي تنزله العدالة النزيحة وإن لم يتضاعف لمن وضعني في هذه الغروف اليائزة وعندما انتهت من نطق هذه العبارات هاجمت بالخنجري مستلى اللوتاريو في قوة وخفة غير معقولة مع إبراز كل ما يثبت رغبتها في غرزه داخل صدر حتى أنه صار في شك من أمر تظاهرها بين الزيف والحقيقة إذا اضطر أن يستخدم كل برعاته وقوته لتجنب أن تطعنه كاميليا وهي التي في حيوية بالغة تكلفت هذه الأكذوبة والإدعاء حتى تعطي التكلفة لون الحقيقة أرادت أن تبعه بنفس دمها لأنها عندما رأت عجزها عن طعن لوتاريو أو تكلفها العجز قالت إذن الحظ لا يريد إجبع رغبة العادلة كلية وفي نفس الوقت لن يكون بهذا الجبروت معي فجزئيا سوف أجنبني أن أجبع رغبته وباذلة جهدا لإطلاق يدها التي تحمل الخنجر والتي كان يقبض عليها لوتاريو تحبتها ووجهت سن الخنجر لما أمكنها أن تجرحه منها ليس في عمق ثم أدخلته في الترقوة من الجهة اليسرى بجوار الكتف ثم تركت نفسها تسقط على الأرض كما الأغمي عليها وقف لوتاريو وليونيل لمجدهين ومنذهلين من هذا الحدث وحتى الآن كان يشكاني في حقيقة هذا الفعل مع رؤيتهما لكاميليا ممددة على الأرض تستحم بدمها هرع إليها لوتاريو بسرعة كبيرة مغموما مقطوعا نفس لسحب الخنجر وليرى الجرح الصغير مما أخرجه من الخوف الذي تملك حتى تلك اللحظة ومن جديد أعجب بذكاء كاميليا جميلة وفتنطها وتفوقها في إدارة الواقعة وحتى يكون حاضرا بما يخصه من دور بدأ يعلن ندبا طويلا وحزينا على جسد كاميليا كما لو كانت ميتة مطلقا اللعنات ليس فقط على نفسه وإنما على من كانت سببا في وضعها في هذه المحنة وكما كان يعرف أن صديقه إنسيل مو كان يسمعه كان يقول أشياء من كان يسمعها يرى أنه يندبه أكثر ميكانية حتى لو كانت ميتة أخذتها ليونالا في حضنها ووضعتها على حجرها متوسلة إلى لوتاريو أن يحضر من يمكن أن يعالجها في السر وطالبة منه النصيحة والرأي حول ما ينبغي قوله لأنسيل مو عن جرح سيدتها هذا فقد يعود قبل أن تشفى قال فلتقول ما تريدان فإنه لم يكن قادرا على إعطاء نصائح مفيدة فقد قال لها أن تزيل الدم لأنه سوف ينضي حيث لا يراه أحد من الناس ومع مظاهر الألم البالغ ومشاعر الحزن خرج من البيت عندما رأى نفسه وحيدا أخذ يرسم ألف صليب في الهواء صلاة وعجبا وعجابا بحفية كاميليا والحركات والإشارات التي كانت تبدو صادقة من يونيلا وكان يتأمل فيها آمنا بها الآن من أن أنسيل مو لديه زوجة تعد بورثية تانية وكان يرغب في أن يراه حتى يحتفل معا بالأكذوبة والحقيقة الأكثر تواريا مما لم يكن قد تخيله أزالت يونيلا دم سيدتها ولم يكن أكثر مما كان يكفي لإعطاء مصداقية لأكذوبتها وغسلت الجرح بقليل من النبيذ ربطته بأفضل ما تعرف قائلة من العبارات أثناء علاجه ما يكفي حتى لو لم يتقى ما سبقها من كلمات لإقناع أنسيل أنه يمتلك في شخص كاميليا ومثولة الشرف وقد انضافت هذه العبارات لبدع كلمات من كاميليا مطلقة على نفسها صفات جبني وضعف الهمة فقد كان ينقصها الوقت اللازم لكي تتخلص من حياة كانت مليئة بالهمم وطلبت نصيحة ليونيلا عما إذا كان من الضروري أن تقص على زوجها الحبيب هذه الواقعة وهذه قالت أن لا تقصها لأنها ستضعه أمام ضرورة الثأر من لوتاريو وهو أمر لن يمر دون مجازفة كبيرة بحياته وأن الزوجة الصالحة مشبر على أن لا تتيح لزوجها مجالا للمبارزة والتحدي بل عليها أن تخلصه من كل احتمال لذلك وأجبتها كاميليا أنها ترى في رأيها الخير وستتبعه لكن في جميع الأحوال من المناسب البحث عن ما ينبغي قوله لأنسيه عن سبب ذلك الجرح الذي لا سبيل لتجنب رؤيته له وعجبتها ليونيلا بأن تلك مشكلة لأنها غير قادرة على تزوله ومسحة وعلى هذا أجابة تميلة حقا يا أختاه لا بد أن أعرف ماذا أقول حسن أني لا أجرؤ على صياءات أكذوبة أو تعليفة حتى لو كان في ذلك ضيار حياة أجابت لأن الله لا تعلمي لذلك يا سيدتي فلا سوف أفكر فيما نقول وربما بسبب مكان أجرح حينك الأخوة فلا يعرق والسماء بجلالها سوف تناصل تفتيران العادل والشريف فهدأي يا سيدتي وهدي إيمان الرواعي حتى لا يعرق سيدي بهذا الرواعي ومع بقى فدي على مسئلياتي وتحت مشيعة الله الذي ينصر قد النواع قيبة كان ينسل في غاية التأقص كي يسمع ويرى تنسيل تراجيديا موت شرف التي منسلها قد شخصها في عاطفة باريغة المدر والبراء حتى بدأ أنهم قد تحولوا إلى حقيقة ناعد دعونا تحرق شوقا من القدوم الليل حتى يجب فرصة لتسلل خارج من بيته فالذهاب إلى صديقي قيب نتاليو حتى يراه انتباد للتهادي معه بحق الأولى السمين التي عشر عليها في وهم كمال زورته حرست المرأتان على القاء الفرصة والبراء حتى يخرجه ولم يضع الفرصة وخرجه ذهب بعدها للبحث عن نتاليو عندما وجده يصعب وصفة الأحضار التي أشبعه بها وكلمات الردة التي قالها له بجانب مدحي في كميلة استمع لتاليو لكل هذا دون قدر على عطاء أي مظاهر للبحث فقد كان يمثل ذكرته كم هو مخدوع صديقه وكم هو دون حق يعتاد عليه ومع أن إنسانه كان يرى عدن ابتهاد صديقه فقد أرجع ذلك إلى أنه قد ترك كميلة جريحة وأنه كان سبب جرحها وكذا وبين عبارات أخر قال له أن لا يعزن بسبب معدسة الكاميلة لأنه دون شك كان الجرح بسيطا وقد اتفقت مع اليونيلة على إخفائه عنه وأنه ضبقا لذلك فلا يمجد ما يخشاه وأنما منذ تلك اللحظة فصعيدا عليه أن يتمتع ويبتهج معه معه لأنه لأن براعته وعونه كتاب عنه قام بتشييد أعلى بناء لسعادته الذي كان يتطلع إليها وأنه يود إلى أن لا يسلي حياته بغير كتابة أشعار في مدى كميلة حتى يخلدها في ذاكرة القرون القادمة أسنى روتريو على عزمي طيب وقال له إنه سوف يساعده في تشييد هذا البناء الألمعي لهذا بقى أن سلم أكثر من قدعين التزازا على وجه البسيطة وحال اعتقد أنه قد كان يستاذ المشر حين استدعى ضياء شرفه وأسنى استقبلته كميلة بوجهه فيما يبدو كان متويعا ونفس ما زال باسمة دائما هذا القداع اليما وخرج إلى الميدان الرغم خلال شهور الفحش الذي كان مستورا بكثير من الاحتيار ودفع أن سلم حياته سمعا لفضوله الصفير اشتركوا في القناة